اذا اقولكم وزارة الصحة الحقيقة عجبتني جدا الحركة دي بعتت مركز جوة الجونة للقاحات الكورونا خدوا بالكو السنة اللي فاتت الدنيا عكت بعد مهرجان الجونة يعني عشان يبقى واضح معاكم بغض النظر بقى اللي قاله ايه رئيس المهرجان وغيره لا كان فيه اصابات كثيرة جدا بالكورونا بعدها بسبب الاختلاط المجتمعي ليس بالضرورة داخل حفلات الوقاعات المؤتمر او المهرجان ولكن في البيوت بقى وفي الفلال والحفلات وما غيره ولكن هذا العام الحضور بالبي سي آر او بالتطعيم بتاع حضرتك في مركز اللقاحات الداخل الجونة عملية وزارة الصحة 22 عربية اسعاف احتياطي جاهزة علشان تتحرك مراكز مختلفة لاي حد يكون مصاب فيه على هامش هذا المهرجان من اجمل ما يمكن ان انت تلاقي عندك هذا التحرك وهذا الاستعداد لمهرجان بهذا الشكل في الجونة ومهرجان الجونة اصبح مهرجان مهم ومسجل عالميا ترجمة نانسي قنقر